قد لا يختلف اثنان في أن رؤساء البلديات يشرفون على تسيير ميزانية ضخمة يعود الجزء الأكبر منها لمشاريع تخضع لقانون الصفقات العمومية الأمر الذي يتطلب توفر بعض الشروط في هؤلاء رنف بلك 140 مليون دينار 14 مليار و8 مليار بلدي جيجل على مستوى بلدي جيجل مشاريع تحسين الحضر المياه، السينيسموت، طرق، ترميمات المدرسية إعداد إما أيام تكوينية أو كذلك من أجل الإطلاع سواء بتنظيم أيام دراسية على مستوى حتى المجال الشعبية البلدية اللي من لاحظوهاش أن جميع رؤساء المجال الشعبية البلدية لا تهتم بمسألة تكوين أو أيام دراسية ترسانة قانونية وإجراءات تنظيمية جديدة تلك التي جاء بها قانون الصفقات العمومية تتماشى ونظام الرقمنة وعدم تفسيرها الجيد قد يضع الأمرين بالصرف في إحراج كبير العمل سوياً وبتنسك بين مختلف مصالح الرقابات الميزانية والأمرين بالصرف والمفاعلين في المتدخلين في النفقة العمومية من أجل الأولى الإسراع في فهم هذه المضامين الجديدة تنين تدليل الصعاب هذا القانون جاء أمور جديدة متعلقة برقمنة الصفقات العمومية من خلال بوابة الإلكترونية للصفقات أفرضها على جميع المصالح المتعاقدة والمتعامل الاقتصاديين حتى تكون هناك شفافية في جميع الإجراءات نقطة مهمة وهو حماية المال العام بالخصوص لأن من المعروفة الصفقات العمومية تستضمن مبالغ جد مهمة التي تتكبدوها الخزينة العمومية لتفادي الوقوع في مطبات الخرقات القانونية التي قد ينجر عنها المتابعات القضائية وجب الإسراع في تكوين الأميار والآمرين بالصرف لفهم المضامين الجديدة لقانون الصفقات العمومية لضمان السير الحسن للمشاريع